اسمحوا لي بشركم إنجليزية إم لحصان ويوم يكون عقد قرانك يفتح هذا الصندوق في ملايين ممليمة من هذه الليرات مقابل عفتك قبل الزواج كل شيء بحسابه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه طبعاً بالمناسبة كل سن له عبادة أولى يمكن التاجر عبادته الأولى الكسب الحلال يمكن المرأة العبادة الأولى الحجاب وأقول لكم أيها الشباب العبادة الأولى في هذا الزمن الصعب في زمن الفساد في زمن الفضائيات والشاشة الآسمة الإباحية في زمن الإنترنت والمواقع الإباحية في زمن المجلات الخلاعية في زمن المحمول والأفلام الإباحية في زمن الطرقات التي تمتلئ بالغاديات والرائحات والمائلات والمميلات في هذا الزمن الصعب أول عبادة لكم أيها الشباب أولاً غض البصر على المحارم الله والله في كل غض بصر ترقى إلى الله مرتين لذلك عبادتكم الأولى سيدنا يوسف قدوتكم شاب في ريعان الشباب في مقتبل العمر حينما أصبح عزيز مصر مر موكبه أمام جارية تعرفه عبداً في السجن فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكاً بطاعته أبشروا أنت حينما تطيع الله والله آية قرآنية لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفتكم أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني ممكن شاب مؤمن تائب صائب مصلي يغض بصره عن امرأة لا تحل له صادق أمين يعمل عمل بإخلاص أصبح في سن الزواج خضب امرأة مؤمنة طاهرة عفيفة أن تكون حياة هذا الشاب كحياة المتفلت والله لو تساوت حياة شاب مؤمن مع شاب غير مؤمن هذا التساوي يتناقض مع وجود الله أبداً أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون إلا نبشروا أنا أخاطب شباباً في مختبر الحياة الخير مديد من لم يكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة هذا الشاب الذي يرتاد المساجد يجلس على ركبتين يطلب العلم يغض بصره يضبط لسانه يضبط سمعه يضبط يده يضبط رجله هذا إنسان له مستقبل كبير حسبكم هذه الآية من عمل صالحاً من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة والله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين ترجمة نانسي قنقر